يعبر الأتراك إلى مرحلة جديدة في مواجهة غباء كورونا توصف بأنها الأخطر منذ مدة فالإصابات اليومية وصل عددها إلى ما يزيد عن 40 ألفاً وفق وزارة الصحة التركية رقم سجل في البلد آخر مرة في أبريل من العام الماضي وبإعلانه يتوقع المسؤولون أرقاماً أكبر قريباً رصدنا زيادة بنسبة 500% في عدد الإصابات في إسطنبول وحدها مقارنة بالأسبوع الماضي الوضع في المدينة حارج ونتوقع أن يصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ما بين 60 ألفاً و70 ألف إصابات في اليوم بسبب انتشار سلالة أوميكرون الوقاية تتفاوت في صورها في شوارع تركيا التي لا غنى لمعظم مواطنها عن هذه المواصلات العامة المعروفة بازدحامها واستختلاف القناعات بشأن الوقاية مثل كل مواطن أشعر بالقلق لأنه من خلال زيادة عدد الحالات يمكن للحكومة أن تفرض قيوداً كحضر التجاول الليلي ومنع السفر بين المدن وإغلاق المدينة كلها أمور يمكن أن تسبب لنا مشاكل نفسية لذا يجب لالتزام بالتدابير التزامنا بالإجراءات وأخذنا تطعيم لقد سئمنا هذا الوضع ولا أدري هل هناك ما يمكننا فعله أكثر مما فعلنا يتزامن هذا مع تسجيل الأرقام الرسمية إقبالاً متزايداً على تلقى التطعيم في مختلف ربوع تركيا ومهما تفاوت الطبيعة الإجراءات التي يلتزم بها الشارع لكبح انتشار فيروس كورونا فإن السلطات التركية تبدي حرصها على تقليص الخسائر إلى الحد الأدنى الممكن في حربها على الفيروس محمد المشهرة ويسكانيوز عربية إسطنبول